موافقة كاملة على استخدام اللقاحات المضادة لوباء كورونا من قبل الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء متوقعة خلال أسابيع مقبلة وفقا لما أعلنه مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتني فاوتشي هذه الموافقة المنتظرة ينظر لها على أنها قد تشكل عاملا إضافيا للتجديد على سلامة اللقاحات وأمنها الترخيص الطارئ يرتكز على أساس الدراسات الأولية حول مدى فعالية اللقاح ودرجة الأمان لكن الموافقة الكاملة تأتي بعد النظر إلى تأثير اللقاح خلال فترة طويلة من الزمن وليس فقط خلال ستة أشهر والتي تعتبر فترة لعادة النظر فيه لكن بسبب خطورة الوباء سمح باستخدام اللقاحات بشكل طارئ ويشير مختصون إلى أن الموافقة الكاملة على استخدام لقاحات كورونا ستكون لكل لقاح على حدة معتبرين أنها ستحمل في طياتها عددا من التأثيرات المباشرة بالنسبة للمترددين تأثير الموافقة الكاملة يتلخص بدفع بعض المترددين نحو الحصول على اللقاح أما الفئة الكارهة للقاحات حتى قبل وباء كورونا فلن تحصل عليه ما لم تجبر على ذلك وهناك أصحاب الأعمال الذين ينظرون إلى الموافقة النهائية كفرصة حتى يضعونه كشرط على الموظفين للقدوم إلى العمل وبالتالي سيقولون من لم يحصل على اللقاح ليس له وظيفة ومع عودة الإصابات بوباء كورونا للارتفاع مجددا في عددا من الولايات الجنوبية خرج عدد من السياسيين في الحزب الجمهوري لمعارضة أي خلط بين التوجهات السياسية والتعليمات الصحية كما فعل السناتر الجمهوري بالكاسدي الذي أكد على أهمية التعاطي مع الوباء واللقاح من منظور صحي بحت موجة جديدة تعيشها الولايات المتحدة من وباء كورونا في ظل انتشار لمتحور دلتا فمعدل الإصابات اليومية عاد ليسجل مائة ألف حالة لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي وتضاعفت أرقام الإصابات التي تستدعي دخول الطوارئ والمشافي خلال الأسبوع الماضية بينما يؤكد المختصون على أن اللقاح هو المخرج الوحيد من فيروس كوفيد 19 وجولاته المتكررة مجد يازجي سكاي نيوز عربية واشنطن